اشتركوا في القناة الاساسي من الساعة هذية انها تمكن المستخدمين من انهم يقوموا بالمحادثات الفورية من خلال الساعة هذي الساعة اللي قيلة انه باش تعتمد بشكل رئيسي واساسي على نظام التشغيل اندرويد وقيلة كذلك انه الساعة هذية باش تكون فيها امكانية انك تركب شريحة داخلها ما زالت مفمش برشة معلومات متوفرة لكن المعلومات الموجودة توا كما قلت لكم انه الساعة هذية باش تكون موجهة بالاساس لتطبيقات التواصل الاجتماعي اللي تمتلكها شركة فيسبوك اضافة الى بعض الخاصيات الاخرى الموجودة في الساعات اللي متوفرة الان في الاسواق واللي تهتم بالصحة امتاع المستخدمين امتاع الساعات الذكية هذية خطوة هذه اكيد بش يكون عندها اثر كبير على شركة فيسبوك خصوصا انها قاعدة تخدم اكثر خلاف المواقع والتطبيقات الموجودة عندها انها تفرض زادة كيف كيف روحها في سوق الهواتف الذكية وفي سوق الساعات الذكية هذا اضافة الى الاجهزة اللي تمتلكها متاع الواقع الافتراضي وشركة اوكوليوس اللي قاعدة تخدم اكثر على اجهزة الواقع الافتراضي خطوات كيا برشة من شركة فيسبوك خصوصا انه التطبيق متاحة متاع فيسبوك ولا تطبيق واتساب ولا تطبيق انستغرام قاعدة تحتل مكانة كبيرة ومهمة برشة في السوق هذي اللي نجم يخليها تدخل في بعض الاسواق الاخرى بارياحية تامة وتلقى الروحها بلاسة في وسط الشركات الاخرى الكبرى الخبار هذي اكيد بش يكون فيه برشة جديد وبرشة تطورات في الاسابيع القادمة اللي بش نتبعوها مع بعضنا ان شاء الله لذا بش تزيدوا تتبعوا الاخبار هذي اكثر معليكم كانت تشتركوا في القناة متاعنا تضغطوا على زر لايك وتفعلوا زر الجرس وللفيديو القادم ان شاء الله وفق عليكم شاقلكم الى اللقاء